الكورونا معظمنا جلس في البيوت فحصل سمنة فهطلب من حضرتك توضح للسادة المشاهدين معنى ايه معنى السمنة وازاي ان الكورونا قصرت علينا في الفترة الكبيرة اللي قعدناها في البيت تمام هو اولا فترة الكورونا دي اللي حصل ان احنا كل حاجة ماشية بالطاقة يعني الطاقة اللي احنا بنستمدها من الشمس دي اللي هي بتتوظف في الارض كلها احنا لشان خاطر نتحرك بنحتاج طاقة اي كتلة لشان خاطر تتحرك بتحتاج طاقة فبنحتاج حاجة اسمها الكالوريز كالوريز دي اللي هي وحدة قياس الطاقة اه وحدة قياس طاقة اللي هي الكالوريز احنا في الفترة اللي عدنا فيها في البيت اللي حصل ان احنا استهلاكنا للطاقة قل وكمان بناكل كتير او حتى لو انت كمان ما بتاكلش كتير واكلك سابت زي ما هو بس استهلاكك للطاقة قل فحرقك يعتبر قل يعني في النهاية انت عملت راكم دهون وتحوش دهون عندك فده اللي حصل مع معظم الناس في فترة الكورونا الطاقة دي لما استخدامها بيقل زي ما حرق قلت والجلوس في البيت ما بقتش استخدامها فبقت تتخزن اه على هيئة الدهون اه الدهون دي هي الحاجة المضرة اه بالظبط تمام عشان استداء المشاهدين يكونوا فاهمين معنا بابسط الامثال اتفضل كامل يا دكتور فاحنا اللي حصل في فترة الكورونا دي ان احنا خزنا يعني عمالين ناكل اكل ده بيترجم كطاقة فالطاقة دي عمالها تتخزن كالوريز عمالها تتخزن فوق معدل الحرق بتاعك فبالتالي لما انت بتخزن طاقة فوق معدل الحرق بتاعك ده كله بيتحول لدهون كل ده بيتخزن ويضاف ان هو يعمل لك كتلة دهونية فده باختصار شديد اللي حصل في فترة الكورونا تعريف بقى السمنة السمنة بكل بساطة هي ان انت يجيلك نسبة دهون عالية تؤثر على صحتك بتؤثر على وظيفك الحياة والكل يعني اي واحد عنده نسبة دهون مرتفعة بيعتبر ده عنده سمنة